أقبل العيد وهلا والهنافين تجلا يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين أقبل العيد وهلا والهنافين تجلا يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بادئ ذي بدء نرحب بكم أيها المشاهدون الفاضل أيها المشاهدات الفاضلات يا معشر من قاموا وصاموا وعلى شرع الله تبارك وتعالى استقاموا ثم نرحب بسادة المشايخ أصحاب الفضيلة الشيخ أبي سعيد حفظه الله تبارك وتعالى الشيخ الدكتور عبد القهار غلاب حفظه الباري تبارك وتعالى الشيخ الأستاذ عبد الحليم توميات حفظه الله جل وعلا في هذه الحصة الموسومة بفرحة العيد بادئ ذي بدء نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه إذا أفطر فرح بفطره هذا له معنيان إذا أفطر كل يوم عند الغروب فإنه يفرح بفطره ولابد وإذا أفطر يوم العيد فإنه يفرح بذلك اليوم المبارك ويفرح بفطره في ذلك اليوم الأغر ثم إذا لقي ربه وهذا أعظم فرح بصومه بإذن الله تبارك وتعالى ثم نذكر أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة صلى الله وسلامه عليه فوجد لأهل المدينة عيدين أو يومين يلعبون فيهما فسأل صلى الله عليه وسلم عن هذين اليومين فقيل له إنهما عيدان يلعب فيهما أهل المدينة طبعا في جاهليتهم قال العلماء وهما يوم النيروز والمهرجان وطبعا يوم النيروز ويوم المهرجان هذه أعياد كانت لهم ولها علاقة بالشمس والطبيعة وتغيير الأحوال إلى آخر ما هناك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حينذاك إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر وإحنا بفضل الله تعالى الأعياد التعنا أعياد فيها فرحة وفيها عبادة في آن واحد ولذلك فإننا إذا نظرنا في عيد الأضحى فإننا نجده يأتي في ثنايا عبادة عظيمة هي حج بيت الله الحرام وإذا نظرنا إلى عيد الفطر المبارك فإننا نجده يعقب عبادة جليلة هي عبادة الصيام بفضل رب الأنام فما أعظم هذين اليومين وما أجل هذين العيدين مع أن أهل الجاهدية كما سمعنا على جاهديتهم كان لهم يومان فقط كان لهم عيدان أما أهل زماننا وللأسف الشديد فقد استكثروا من هذه الأعياد يكاد يكون لهم في كل يوم من أيام العام عيد من الأعياد حتى قال بعضهم شيخ خير الدين والي رحمه الله تعالى من أين جاءوا بعيد العام واخترعوا عيد المعلم أو عيد الشجيرات في كل يوم لهم عيد ومحتفل يضيعون به بعض السويعات هذه تقاليد قد جاءت من كنائسهم ومن صوامع قسيس وبيعات نسأله تعالى العافية والسلام فنحن أكرمنا الله عز وجل بهذين اليومين المباركين وهذين العيدين الشريفين الجليلين فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيهما ولأمة الإسلام حديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل عن عيد من هذين العيدين وهو عيد الفطر المبارك عن عيد الفطر المبارك مع سادة المشايخ إن شاء الله وتبارك وتعالى سيكون هناك حوار وكلمات متداولة بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الصدد ولعلنا نبدأ بشيخنا الأستاذ الدكتور عبدالقهار غلاب يحفظه الله الله تبارك وتعالى من كل سوء الشيخ عبدالقهار حفظك الله لعلنا نستمع إلى بعض الكلمات فيما يتعلق بأسرار هذا اليوم المبارك لا شك أن العيد له أسرار كثيرة جدا فلعل الشيخ إن شاء الله عز وجل يتحفونا ببعض الكلمات في هذا الصدد الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام عن نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى فأول ما استفتح به المقال هو الحمد لله للعزة والجلال الذي وفقني للاجتماع أولا بشيخ الفاضل الشيخ أبي سعيد العين وبشيخ الفاضل عبد الحليم وبشيخ الفاضل الذي رحب بنا أولا نرحب به ثانين وهو الشيخ يوسف بن عاطي أسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم كما أسأل الله تعالى أن يحفظ المشاهدين جميعا وأن يبارك فيهم والله هذه مناسبة طيبة لأتشرف يعني للحديث عن هذا الموضوع المهم ألا هو أسرار العيد والمقصود بهذه الأسرار هي جملة من الأحكام أو قط من الحكم الشرعية التي قصدها الشارع من وراء تشريع هذا اليوم المبارك ولعل في ثنايا كلامك ذكرتني بأصل من أصول الإسلام ألا وهو الأعياد في الإسلام تثبت بالشرع والاتباع لا بالهوى والابتداء فإذا حكمنا هذه القاعدة بإذن الله سبحانه فإننا سنرغي كثيرا من الأعياد كان مصدرها هو الهوى والابتداء ونرجع بإذن الله تعالى إلى شرع ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وستبقى لنا الأعياد التي يحبها الله ويرضاه وهذا في الحقيقة مأخوذ من الإشارة النبوية إن الله قد أبدالكم بهما إن الله قد أبدالكم حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر نفسه إن الله قد أبدالكم بهما يومين أو عيدين خيرا يعني منهما عيد الأضحى وعيد الفطر فيما يتعلق بالأسرارة هو دائما عندما تذكر الأسرارة الشريعية أو المقاصد أو الحكم هذا يزيد المؤمنين إيمان ويزيدهم يقينا بأنهم على الحق وبأنهم متمسكون بدين الحق وأنا طبعا سأشير فقط إشارات ويعني أبدأ بهذه الإشارة وسبحان الله القلوب توفقت كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأرواح جنود المجندة ما تعرفها منها أتلف وما تناكر منها أختلف أن عيد الفطر جاء بعد إكمال عبادة الصيام لركم من أركان الإسلام وهذا يدلك على ماذا؟ على أن الفرحة في الإسلام ليست فرحة مجردة ولذا في القرآن لا نجد أن الله سبحانه وتعالى مدح الفرح ويعني أمر به إلى في موضع واحد فقط في صورة يونس حيث أمر به لأنه فرح معمود فقال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال العلماء قل قل بفضل الله قالوا هو الإسلام والإسلام فيه الصيا لأنه يقوم على الأركان الخمسة ورحمته قالوا هو القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة والقرآن يفسر بعضه بعضا قالوا في غير هذا الموضع نجد أن الله تعالى يضم الفرح لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إذن نحن في هذا اليوم نفرح لا من أجل شيء دنيوي محض وإنما نفرح من أجل إكمال عبادة وفقنا ولهذا شيخنا شيخ يوسف لما قدم هنأ الأمة الإسلامية بماذا ما هنأها بالعيد مجردا وإنما هنأها بإتمام الصيام وبإكمال القيام وبالسير على الاستقامة ولهذا المؤمنون يفرحون في يوم العيد بمثل هذه الأمور الأعياد أيضا أو العيد عيد يوم الفطر لا يخلو من ذكر الله سبحانه وتعالى وهذا في الحقيقة تجدونه موجودا في كثير من العبادات ففي يوم الجمعة الله سبحانه وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر العلا تعارض وقت التجارة مع وقت الذكر فقدم الذكر لشرفه ولكن إذا تفرغن من الذكر قال سبحانه فإذا قذيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغلوا من فضيل الله واذكروا الله كثيرا عنش قال واذكروا الله كثيرا لأن الإنسان كان يشتغل بالدنيا اشتغال معظم سيقسو قلبه وستغفل نفسه إذن لابد من الماء وهذا الماء هو الذكر ليحيى به القلب كما تحيى الأرض بالماء احنا يوم العيد سبحان الله على التكبير ولي تكبر الله على مهدكم وسيأتي إن شاء الله في ثنايا هذه الجسة المباركة الحديث عن مثل هذه الأمور وسيقوم إخواني بإذن الله بهذا الأمر قال سبحانه في آية الصيام ولي تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فتكبيرات العيد هي يعني جاءت من أجل هذا المعنى وهو أن تكون فرحتنا ممزوجة بدكر الله عز وجل حتى لا نغفل أثناء الفرح ولهذا قال بعض العلماء وابن القيم رحمه الله قال السكر سكران سكر غضب وسكر طرب وصح صح كينا منها كي بعض الناس كي نهار يغضب يقول لي كي السكران ليذا من الحكمة أنك ما توعظو ما تذكر لأنه راح ترتب على ذلك مفسادا وكي ناس كي يفرحوا بزاف يقولوا يعني سكارة بالفرح نفس الشي خليه كي نهار يهدى ويروح الفرح هذاك وهذاك الاخر طرب روحوا وعظو وذكر بعد السكرات جيد فكرة بعد السكرات جيد فكرة فارك الله وفيك هذا هو بإذن الله سبحانه وتعالى ومن المقاصد أيضا من الأسرار أن العيد لا يتضمن المعصية والحمد لله عيد يوم الفطر ما فيه شرب خضر ما فيه أكل لحم خنزير ما فيه اختراض ما برجاء النساء ما فيه سماع الغناء المحرم والحمد لله رب العالمين علاش لأن هذا العيد هو شكر لله سبحانه والله لا يشكر بالمعصية قال سبحانه وليتكبروا الله على ما أداكم ولعلكم تشكرون وأول شكر ننطلق فيه هو التكبير غير تعرب الشمس وهو آخر يوم من رمضان تدخل إخي يدخل إخي شهر شوال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا السر العظيم نشكر الله على تمام هذا النعم وهي الصيام القيام بذكر الله سبحانه وتعالى وبطاعته والأعياد من أصارها أنها تضمن الترويح فالنبي صلى الله عليه وسلم أنها تدخل الصديق والقاذو جريتين يعني بنتين تغنيان قالوا أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دائما أقول هذه الكلمة اسمعولي نقولهم أمزمور الشيطان في بيت رسول الله أنكره الصديق كيف بمزمور الشيطان في بيت الرحمن هذا الهواتف الجوال اليوم يا شيخنا الفاضي اللي انتشرت والناس الله يهدينا ويهديهم نقولهم كما أنت مسلم لازم الهاتف في التاعك يأخذ الشخصية ديالك شخصية إسلامية كين رنات إسلامية والحمد لله أروح أدخل في الإنترنت كين العجب العجب مش يقول لك عشرات وما يقول لكش مئات كين ألوف سبحان الله الرنات دير سبحان الله الرنات توفق الدين تاعك توفق المبادئ ديالك رنا في بيت الله سبحانه إذا كان الصديق أنكر مزمور الشيطان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلك أن يكون مزمور الشيطان في بيت الرحمن ونحن نعرف بلبيت الرحمن أجل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم مع جلالة الرسول عليه الصلاة والسلام إذن نحن روحوا على نفسنا قالوا دعهما فإننا في يوم عيد قالوا دعهما حتى تسمع يهود أن في دين فسحة وانا ما عليش لازم ننبهو خوتنا المسلمين المسلمين مدى دين تعنا فيه فسحة ولازم نخلوا يوم العيد يوم فرحة علش روحوا المقابر علش روحوا المقابر سبحانه ونعبدوا نجدوا الأحزان ونبكيوا على الموتة تعنا الموتة تعنا عزاز علينا سبحان الله بصح يوم العيد أربي أعطاك فرحة ترجحها حزنا وليده وش نقول خوتي هذا أول فيه تشبه بالشيعة لأن الشيعة هم اللي يحولوا الأفراح إلى إحزان نعم سبحانه أنا عندي يوم عشراء وهو يوم فرح علش هو يوم فرح لأن الله نجا فيه موسى ويوم فرح لأنني نستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنني نصوم يوم فرح نقتدب الرسول صلى الله عليه وسلم هم يحولوا هذا اليوم لهم حزن إذا نقولوا يا خوتي يا معشى مسلمين ومسلمات هذا يوم فرح خلوهم يوم فرح ما تروحش المقابر وجدوا الأحزان زيد سبحان الله يقول لك بصهره نعيدوا على الموتة حبي تعيد عليهم أسمع من عيد عليهم بالدعاء أدعي لهم في صلاة العيد سبحان الله أمن على الإمام الحمد لله نحن معش على الأئمة كنهار نديروا خطبة الجمعة لا ننسوش الأموات ندعي لهم في يوم العيد ونطرحموا عليهم خاصة اللي ماتوا في رمضان هذوك نأكدوا عليهم لماذا نخطرش المصاب يعني بيهم جلل ولهذا أنا أقول الخوتي خلوا هذا اليوم كما قال سيدي محمد صلى الله عليه وسلم دعهما فإننا في يوم عيد ماتارنا في يوم فرحة خلوا الناس تفرح ولكن في طاعة الله سبحانه وتعالي أرجو إن شاء الله أنني قربت وشيخنا على كل حاجة الأصار كثيرة إلا يخلي لي شيخي وإستاذي الشيخ يوسف ولا معليش إن شاء الله نتركه لنجال شيخ انت اللي تكلمت فينا ساعات طويلة على بالي على بالي شيخ أربي أحفظك أنا والله يريد رحمكم إلا أننا إن شاء الله عز وجل رعاية للوقت رعاية للوقت نفسه مجال إن شاء الله ونأت أيضا نستأذنت حفظه الله أتعارف إن شاء الله أربي يزيك عنه كل خير إن شاء الله الله يكرمك مما يدفع الناس إلى ثهاب إلى المقابر يوم العيد أحاديث ضعيفة وموضوعة نعم وهنا تظهر خطورة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لأن بعض الناس يقول وش فيها حديث يعني إذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو لم يقل نقول لا فمن الأحاديث التي يستند إليها الذين يذهبون إلى المقابر يوم العيد حق أحاديث أن الموتى أو أرواح الموتى تصعد فوق المقابر وتنتظر الزوعة هذا أحاديث لا يصح وهو ضعيف وموضوع نعم و يقلبون الفرحة حزنا الله يزيخ خير شيخ مارك الله فيك بالوالله أشار شيخ تفضل اللي بلغني في بعض مراطق أنا لا أسمي لأنني لم أرى بعيني ولكن بلغني أنهم عندما يصلون في المصلة عندنا في الجزائر يحين سنة وهي الصلاة في المصلة يعني في الفضاء خارج نعم ثم بعد ذلك عندما ينهون الصلاة و يستمعون إلى خدمة الإمام أول من يزورونه هم الموتى في المقابل ثم بعد ذلك يرجعون إلى بيوتهم ثم يشرعون في زيارة أحياء أقاربهم فشوف يعني هذه البدعة وهذه المخالفة كيف استحكمت في الناس حيث قدموها على ما على ما لا ينبغي تأخيره يعني والله وعلا أزاكم الله خيرا معاشر من الشيخ أفاضل الحقيقة الشيخ عبد القهار أزاكم الله خير ألمح إلى أسرار طيبة جدا الشيخ ابو سعيد حفظه الله تعالى أيضا أضاف إضافة طيبة الآن لو سمحتم نقطعوا الكلام أو الحوار وقتا قصيرا إن شاء الله عز وجل ونستسمحوا السادة المشاهدين فهذا فاصل قصير إن شاء الله ثم نأود إليهم بارك الله فيكم